السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزيزاء المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم وقناة بحبك بلادي إقالة كاريترون بعد خروج الأهل المصري من كأس زايد أمام الوصل الإماراتي قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي يصلكم كل جديد احتفلت أصحافة الإماراتية استادلة اليوم الجمعة بتأهل الوصل إلى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس زايد للأندية البطولة العربية بعد تعادله مع الأهل بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب زعبيل في إياب دور الستاشر وعنوانة صحيفة البيان تعادل مع الأهل المصري بهدف في مباراة مسيرة الوصل إلى ربع نهائي كأس زايد وقالت إن مباراة الوصل والأهل كانت قوية ومسيرة من الطرفين وزادها متعة الحضور الجمهيري ولم يعكر صف المباراة سوى طرد حسام عشور في السوان الأخيرة وأضافت الصحيفة أن الوصل تمكن من تعميق جراح الأهل الذي ودع دور أبطال أفريقيا والبطولة العربية في غضون أسبوع واحد في حين عنوانة صحيفة الاتحاد الإمبراطور من زهب وقالت توهج الوصل في ليلة جمهيرية ووصل رحلة الإبداع في كأس زايد للأبطال وأطاح بالأهل المصري من السباق ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي وأضافت الصحيفة الوصل خاض مباراة تكتيكية من الطراز الأول ونجح في الوصول باللقاء إلى بر الأمان وبالنتيلة التي تضمن له التأهل إلى السمانية الكبار فيما تردلت أحزان الأهل بخروجه من البطولة العربية بعدما سقط في النهاية الإفريقية أمام الترجي التونسي من جانبها عنوانة صحيفة الإمارات اليوم الإمبراطور يقبض على الأهل المصري وقالت قدم الوصل مباراة كبيرة إذ نجح في فرض أسلوب لعبة الشوت الأول ورغم تقدم الأهل بالهدف الأول عن طريق وليد سليمان إلا أن سوك أحرز التعادل وحافظ بعدها الفهود على النتيجة أما صحيفة الخليج فكتبت الوصل يقصي نادي القر من كأس زايد وقالت مسلس المواجهة ملحمة جماهيرية كبيرة بين الفريقين وجد فيها الأصفر مساندة رائعة من كثير من مشجيع الأندية في الدولة بينما كان لفتن الجمهور الكبير الذي سند النادي المصري والذي شجع الأهل بحرارة كما صلطت الصحافة الإماراتية الضوء على قرار إدارة النادي الأهل بإقالة الفرنسي باتريس كاريتون المدير الفني للفريق من منصبه وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق عقب الخروج من البطولة العربية شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته